بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال اطراب طيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله عن بعض المهارات في مادة الرياضيات والتي نقوم بتقديمها لأبنائنا من ذوي اطراب طيف التوحد الحديث كان في هذه الجلسة الرابعة بموضوع جمع عددين كل منها مكون من رقمين وصلنا عن الحديث عن الجمع بالعدد التصاعدي وتحدثنا عن الجانب التطبيقي لها ثم بإذن الله في هذه الجلسة أشرنا في آخر تلك الجلسة عن التدريس لكن نشير إليه بشكل مفصل في هذه الجلسة وعن بعض الأنشطة والتدريبات التي سنقوم بتطبيقها نبدأ على بركة الله كان لدينا في خطوات التدريس ذكرنا وزع على الطلاب قطع دينز اكتب العدد 26 على السبورة واقرأ على الطلاب المسألة الآتية مع سارة 26 صورة فإذا حصلت سارة على ثلاث صور أخرى فكيف ستعد سارة تصاعدياً لإيجاد الناتج الكل لعدد الصور التي معها البدء من العدد 26 والعدد تصاعدياً من خلال الأشياء المحسوسة والملموسة وإضافة هذه الأرقام ولكن بعد ذلك حتى يستطيع التدريب العدد صاعدي للأرقام التي تكون من رقمين ما العبارة التي تمثل عملية الجم 26 زائد ثلاثة تساوي 29 مع أحمد 26 صورة فإذا حصل نلاحظ في البداية المثال السابق ولكن لدينا هنا مع أحمد 26 صورة فإذا حصل على ثلاثين صورة أخرى وليست ثلاث صور كيف سيعد أحمد تصاعدياً لإيجاد الناتج الكل لعدد الصور التي معه البدء من العدد 26 والعدد تصاعدياً بالعشرات كان لدينا كما أشرنا قبل قليل من خلال قطع العد الصور التي أضافتها إليك 26 27 28 29 من خلال زيادة ثلاث أرقام ولكن عندما أجمع ثلاث عشرات فإني أقوم بالعدد كذلك تصاعدياً من 26 وأضيف عليها 36 46 56 من خلال الجمع بالعشرات ودرب على أن يجمع بالعشرات تصاعدياً وليست الخبرة السابقة التي لديها أن يجمع الأحاد البسيطة ثم يبدأ بعد هذا الرقم يقوم بإضافة ثلاث أرقام هنا يقوم بإضافة ثلاث عشرات حتى يستطيع الوصول إلى الناتج والعشرات يكون تدرب عليها قبل الوصول لهذا الخطوة لعدد الصور الكل 26 ما العبارة التي تمثل الناتج الكلي لعدد الصور التي مع أحمد تكون 26 زائد 30 يساوي 56 هل عدد الصور التي مع سارة يساوي عدد الصور التي مع أحمد؟ لا لماذا؟ لأن أحمد أضاف صور أكثر إذن درب في البداية من خلال المفهوم أوصلنا إليه من خلال سارة أضافت ثلاث صور إذن أصبح الناتج لدي عندما أضافت على 26 27 28 29 ولكن أحمد أضاف 30 صورة أضاف ثلاث عشرات فأصبح الناتج لدي 56 وهو يقارن إذن ما هو الرقم الأعلى وهو الرقم الأكثر هل هو ما كان لدى سارة أو لدى أحمد ويبين بالتأكيد ومن خلال النقاش مع يصل والتدريب إلى أن أحمد كان لديه عدد صور أكثر وأضاف صور أكثر من التي لدي نلاحظ في الكتاب لدينا وجه الطلاب إلى أعلى الصفحة 12 لتعزيز مفهوم الدرس وجه الطلاب في أثناء تتبع المثال لاستعمال قطع دنز وهي التي أشرنا إليها مكعبات الأحاد وأعمدة العشرات كذلك بالإمكان الرجوع إلى هذا المحتوى من خلال كتاب الرياضيات للصف الثاني الابتدائي وهو مناسب وجميل جدا لتقديم مثل هذه الدروس فكرة الدرس أجمع بالعدد التصاعدي أجد ناتج الجم 26 زائد 3 أعد تصاعديا بالأحاد 26 زائد 3 يساوي 29 أجد ناتج الجم 26 زائد 30 أعد تصاعديا بالعشرات 26 زائد 30 يساوي 56 هنا نلاحظ أفكر أبدأ بالعدد لدينا نلاحظ هنا لدينا حتى يستطيع الطالب أبدأ بالعدد 26 ثم أعد تصاعديا 27 28 29 هنا إذا كان لدي تصاعديا أفكر أبدأ بالعدد 26 ثم أعد تصاعديا 36 46 56 نلاحظ من خلالها أوصل المفهوم له أوصل المفهوم الذي نقصده بالعدد تصاعديا أريد منها أن يعد تصاعديا فقط لا يكون بأي طريقة أخرى أنا أوصل هذا المبدأ له وغيره من المفاهيم كل مرة أدربه على هذه الطرق لجم عددين كل منها مكون من رقمين أتأكد هنا أتابع أو تابع أداء الطلاب في أثناء حل الأسئلة من 1 إلى 6 داخل الفصل أجمع بالعدد التصاعدي مستعملا مثلا قطع عدد العشرات أو عمود العشرات أو أعمدة العشرات وكذلك مكعبات الأحد 47 زائد 2 يقوم بالإضافة 48 49 وهنا قمنا بمساعدته كذلك هنا لدينا 47 زائد 20 فإن الناتج يصبح لدينا 67 أقوم بتدريب من خلال أعمدة العشرات أعمدة العشرات هي التي سهل هذه العملية عليه ثم بعد ذلك 13 زائد 3 تساوي 14 16 و 16 من خلال العد لقطع العد هنا عندما نضيف عليها كذلك 30 من الأمثلة فإنه يقوم بالجم 13 23 23 43 43 هذه الطريقة ثم في الأخير نلاحظ أنه يتدرب عليها بدون مساعدة وبدون الربط مع أعمدة العشرات وبدون المكعبات أحاول أن أدربها أن يستطيع جمعها مجردة بدون ربطها مع المكعبات الأحد أو أعمدة العشرات حتى يستطيع أعرف أنه أتقنها وتدرب عليها وتصورها بطريقة الصحيحة والطريقة المناسبة من الأخطاء الشائعة التي ربما تكون لدى الطلاب قد يخلط بعض الطلاب بين العد التصاعدي بالأحد والعد التصاعدي بالعشرات لذا أطلب إليهم وضع قطعة عد على العدد المضاف الأول في لوحة المئات ثم الاتجاه إلى اليسار لعد الأحد وإلى الأسفل لعد العشرات لوحة المئات هي المقصود فيها يعني اللوحة التي تكون مربع يكون فيه يشمل لوحة هذه المئات العشرات حتى مئة يعني يكون فيه العشرات حتى مئة ومن خلاله يستطيع العد ومعرفة ما هي الأحد وما هي العشرات التي يتدرب عليها حتى يستطيع العد بالطريقة الصحيحة والمناسبة التدريب لدينا بعد ذلك تأكد أن الطالب أتقن وتدرب وقام بحل هذه الأنشطة بالطريقة الصحيحة نوع التدريبات هذه التدريبات سنشير إليها بعد قليل باستعمال الاقتراحات الآتية دون المتوسط أرشد الطلاب في أثناء حل الأسئلة وحثهم على استعمال قطع دينز في جمع الأحد والعشرات هذا إذا كان دون المتوسط ضمن المتوسط يحل الطلاب الأسئلة فرادة إذا كان فوق المتوسط يحل الطلاب الأسئلة دون استعمال قطع دينز وهي التي أشرنا إليها أعمدة العشرات ومكعبات الأحد نلاحظ هذه الأنشطة التي أريد منها أن يقوم بحلها على حسب مقدرته وعلى حسب استطاعته أجمع بالعد التصاعدي مستعملا قطع أعمدة العشرات وكذلك مكعبات الأحد ستة وستين زائد ثلاثة فإنه يقوم بإضافة ثلاثة سبعة وستين ثمانية وستين تسعة وستين ثم لدينا بعد ذلك اثنى عشر زائد سبعين يضيف السبعين على الاثنى عشر من خلال العشرات خلال جمعه للعشرات اثنان وثمانين يصل إلى هذا الناتج من خلال إضافة وجمع وإزيادة العشرات تذكر لكي أعد تصاعديا بالعشرات فإنني أضيف عشرة في كل مرة فإنه أضيف عشرة في كل مرة حتى يستطيع العد بهذا الشكل التصاعد ويضيف عشرة فقط كل مرة طلبت منها أن أعد سبع مرات ست مرات هي التي ستساعد في العد التصاعد بالطريقة الصحيحة والمناسبة إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة سعت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته